في خبر مهم جداً انتوا عارفين انه كاس السوبر المحلي بيتلاعب دائماً ما بين بطل الدوري وبطل الكأس بطل الدوري وبطل الكأس رابطة الاندية بتفكر انه يبقى كاس السوبر بين بطل كأس الربطة وبطل الدوري مش بطل كأس مصر بطل كأس الربطة والدوري المصري الموسم اللي جاي لا عشي خاص البطولة بتاعتهم يعني كاس الرابطة بتاع رابطة الاندية والدوري برضو أيضا بطولة تابعة لرابطة الاندية وبالتالي أنا أحسن لي عشان هاخد حبوب بطولة السوبر يبقى البطولتين تابعي كاس مصري كده كده تابعة اتحاد الكورة دائما وأبدا عادة يعني فأي حتة في العالم الكاس بيبقى تابعة الاتحاد مش رابطة الاندية وده اللي بتفكر فيه رابط الاندية دلوقتي إن كاس السوبر يبقى بين بطل كاس الرابطة وبطل الدوري وليس بطل كاس مصر وبطل الدوري الممتاز كمان